اشتركوا في القناة ومعا لشعب دمسيو سوغا لشعب لشعب دمسيو سوغا يعني عنزت أو معزت مسيو سوغا يعني السيد سوغا مسيو سوغا نافي جاميه دو بنار اوك سا شعب يعني أن السيد سوغا لم يكن له يعني من حد نافي جاميه دو بنار يعني لم يكن له لبنار يعني السعادة لم تكن له السعادة ولكن المقصود هنا تقريبا يعني أنه لم يكن له الحد اذاك سا شعب يعني مع عنزاته أو مع معزاته إذن مسيو سوغا نافي جامي اي لو كان العكس بطبع هذا الحال لو أننا حدفنا هادلانيغاسيون لو أننا حدفنا يعني نافي لقلنا مسيو سوغا آبي آبي اي إذن هنا يعني أنه كان عنده كان عنده السعادة أو كان عنده الحد بأن الحد هو لا الشانس ولكن هنا نافي دوبنور يعني أنه لم يكن له السعادة ولكن عندها مفهوم الحد إن صح التعبير يعني أنه لم يكن له الحد مع كل أنه لم يكن له الحد مع كل تلك العنزات التي كان يشتريها أدن مسيو سوغا نافي جامي دوبنور يعني أنه لم يكن له الحد مع عنزاته يعني هو كان يفقدها يعني أنه كان يفقد كل تلك العنزات التي كان يشتريها بطبع الحال هو فعل في الحاضر نقول يعني أنني أفقد الآن بطبع الحال يعني نفس الطريقة بطبع الحال أنت تفقد الآن إل أو أل يعني هو يفقد الآن نو پاردون إل طبع الحال هم يفقدون يعني أندار طبع الحال أنا نضيف أنت إل يعني هم يفقدون طبع الحال في الباسيكموزي نقول يا جي ПЭЕرد он أنا فقدتوا فقدتوا في الباسي جيكرة __ك hippبي Tyr يعني اندار الأساسع يتصرف يعني أندار الأساسع نحن فقدنا في الماضي أنتم فقدتم في الماضي مثلا أنتم فقدتم في الماضي يعني مفاتحكم إلى آخر في الفتير يعني أنني سأفقد أنا في المستقبل أنت ستفقد يعني هو سيفقد يعني نحن سنفقد يعني هم سيفقد يعني هم سيفقد إذن أدنى هو كان يفقده يعني 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 أن هذا الأمر كان يحدث له مرارا أنه لم يفقد فقط عنزا واحدا ثم توقف عن شراء العنز بل أولا كان يحيب هذا الماز في هذه الحال لكن للأسف لم يكن له حظ مع هذا الماز الذي يريد أن يكتسبه وإن صح التغير يعني بطبع هذه الحال نعبر عنها بلا بارتي بطبع هذه الحال أنه كان يفقد في الماضي مرارا وتكرارا هذه العنز بطبع هذا الحال سنعبر عنها بلا بارتي بلا بارتي طبع هذه الحال يفيد الماضي وفي نفس الوقت انه يفيد التكرار والعادة. لان هاد الامر هاد الفقدان اصبح عندهم سوسقا كالعادة في الماضي. اذا نقول انا كنت افقد. طب هالحال نفس شيء. اي اس. اي اي ت. نو نحن كنا نفقد. يعني هم كانوا يفقدهم. طب هالحال الي زدنا ال او اس. يعني هن. البردي. طب هالحال هنا كنا يفقد نق مرارا وتكرارا في الماضي. اذا البردي. طب هالحال هاد العنزات طب هالحال عوضنا بلي. لاننا تكلمنا عنهم في الجملة السابقة. ممكن اننا نقول البردي سشار يعني انه كان يفقد عن ذاته. وما دمنا اننا اننا تكلمنا عن مسيسوقا كنا في جامع اي دوبان اغافيك ساش شافر. طب هالحالة ساش شافر عن ذاته. اننا علينا الا نعيدها مرة اخرى. حتى لا يكون هناك ملال في ذكر هاد الكريمة. يعني هو كان يفقدها. توت. يعني كلها. توت. دو لامام فاسون. دو لامام فاسون. يعني بنفس الطريقة. يعني كل عنزات التي فقدها مسيسوقا في الماضي. طب هالحال. كانت بنفس الطريقة وبنفس الشكل. كيف كان يحدد ذلك؟ في يومين في صباح جميل. يعني هنك كنك يقطعنك لير كورد يعني حبل هنك لير كورد طب هالحال. ان مسيسوقا كان يربط حد العنزة طب هالحال. هو كان في كل مرة يشتري عنزة. طب هالحال كل عنزة عنزة كانت ان تكسر طب هالحال هما يستعملون فعل كاسي. كاسي هي كسرة. ممكن انا نقول قطعها ولكن ممكن نمشي على ما قالوه طب. يعني نسير على ما ذكروا هنا. انها كانت تكسر. تكسر ماذا؟ قيدها. ولكن هناك قالو كورد. كورد طب هالحال كورد هو. يعني هي هاد هاد الحبل. يعني الحبل. صونالي. ضون المونطان. ثم تدهب ضون المونطان. طب هالحال غالبا نستعمل هاده الصونالي يعني انها تسير في اتجاهات معينة. نستعمل هاد العبارة في اللغة الفرنسية. الصونالي. هاد تعبر اننا نعبر عن شيئين او عن شخصين او عن كائن ما انه ذهب افتجاه معين. ممكن اننا نتكلم عن شخص انه خرجه وذهب افتجاه معين. اذا نعبر عنه بصونالي. طب هالحال بغض النظر عن الزمن الذي يستعمل فيه الفعل. ولكن هنا بطبيعة الحال الفعل. الفعل الالي بطبيعة الحال انه مصرف لانطرفي. يعني انها كانت تدهب اتجاه معينة الصونالي. ولكن في اي تجاه في الجبل. يعني الى الجبل. كما لاحظنا بانه هاد العبارات يستعملها كهدف لغة الفرنسية. يعني انه كانت تدهب ضون temosال في الجبل. ولكن المقصود الى الجبل. تماما كما رأينا مع عندما قال لهم بانا ميس اذهبوا بكم الى نهر جميل. يعني انني سادهابوا بكم الى نهر جميل. طبعا حل نفشي هنا كانت تذهب في الجبل. يعني وهونا في الاعلى. يعني لولو هو الذئب. للمانجي يعني انه كان يأكلها. لماذا قلنا كان يأكلها؟ لأنه في المانجي اللي هو أكلها كان فلان باري. لولو للمانجي انه كان يأكلها. ني لكاريس. لا. لكاريس ستجي من فعل كاريسة. كاريسة يعني انك تلاطف كائن تلاطف طفل تلاطف شخصا. يعني انك تمرر يدك عليه مثلا. كالطفل مثلا. او كالحيوان. ممكن انها تكون عندك هرق او قطة. تمرر عليها يدك. يعني ملاطفا. اياها. اذا طبعا الحال هذا الشابر. لا هذه الملاطفة. يعني طبعا الحال هنا الجمع. ني لكاريس. يعني لا تلك الملاطفات. دولور ماتر. يعني اللي سيديهن. لسيديهن. يعني اللي هو مسيسوغا. يعني لا هذه الملاطفات التي كان يقوم بها مسيسوغا. بحيث انه كلما اتاهن. طبعا الحال عندما في كل مرة عندما تكون له معزا. انه يأتيها ثم يبدأ في ملاطفاته. بانه يمرر يده عليها. يمسح لها شعرها. يمسح لها رأسها. يمسح لها جسمها. الى اخرى. اذا نسمى هذا كاريس. ني لكاريس. لا هذه الملاطفات. دولور ماتر. يعني من سيديهن. ني لبير. ولا الخوف. ني لبير. دولور. من الدئب. ولا الخوف. للدئب. مقصود هنا. ولا الخوف. من الدئب. غيان نولي غوتوني. لا شيء. يعني يأخذهن. يعني انه يحتجزهن. سالفرب غوتونيغ. غوتونيغ. انك تستنغيط شيئا. انك تستفيد شيئا. انك تستخرج شيئا. انك. هنا بطبع الحال جاءت بمعنى. ان هذه الاشياء من المفروض. ان الخوف. ما دمع. علم السيقه قد. أوصى هنا. بان هناك ذئاب. طبع الحال. في. هده. للمونطان. في هده الجبال. طبع الحال. فعل. هده. الخوف. ان يقطع عليهم خروجهن. بحيث انه. هده. الخوف من المعقول. ومن المنطقي. ان يجعلهن. اللي يخرجنا. خارج. اللي يجعلن هنا خارج. رئس طابلي. وايضا. الكاريس طبع الحال. هده الملاطف. التي كان يقوم بحمس السيقه. مع معيزاتي بطبع الحال كان من الأجدالها أن تحصرهن وأن يجدن طمئنان نفسي بطبع الحال وراحة نفسي بطبع الحال مع مسوسوغا لأنه كان يهتم بهن هذه الملاطفة هي من صاميم اهتمامي بهذه المعيزات إذن ولكن العكس والذي حدثه نيلي كاريز دولوغماتر نيلي بير دي لق لا هاد الملاطفة ولا هاد الخوف من الولوغ غيان نليغوتوني يعني لا شيء كان يعني يعتجزهن وكان يوقفهن وكان يمنعهن أنهن يخرجن غيان نليغوتوني لا شيء من هاد الامر يجعل في نفسي نطمئنانا نفسيا بحيث أنه يفضلنا البقاء في هاد الإستابل على الخروج خارجا سيتي يعني كان سيتي على ما يبدو يظهر إذن طبع هذا الحال يعني على ما كان يظهر يعني سيتي يعني إنه كان كان مدى على ما يبدو على ما يبدو أن هناك احتمال دي شهر يعني سيتي يعني إنها كانت دي شهر سيتي دي شهر اندپندانت يعني بأنهن كنق يعني معيزات اندپندانت يعني مستقلات يعني أنهن يريدن الحرية اندپندانت وولن سيلي فر فولوغ وولن يعني أنهن كن يريدنق مريدتن يعني أنهن بأنهن معيزات يعني مستقلات وولن مريدت أنهن يريدنق أتبخي بكل تمن حتى ولو كانت التمن هو أن تذهب أرواحهن ماذا كن يريدن بكل تمن يعني الفضاء الكبير أنهن يريدنق ألا يكون محتجزات في فضاء صغير لغران أر إلى لبيرتي إلى لبيرتي طبعات حال والحرية إذن سيلي دي شيفر إنهن كن معيزات اندپندانت يعني أنهن متحررات وولن مريدات التبخي بكل تمن لغران أر يعني الفضاء الواسع إلى لبيرتي طبعات حال إلى لبيرتي والحرية باريتيل يعني هذا الذي قلناه الآن عن هذه المعيزات طبعات الحال على ما يبدو يعني كل هذا الكلام يدخل في على ما يبدو يعني هناك احتمال على أن هن على أن هذه المعيزات كانت بهذا الشكل سيطي باريتيل إنهن كن على ما يبدو دي شيفر يعني معيزات اندپندانت متحررات يعني يريدنا يعني في نفس الوقت متحررات في نفس الوقت متحررات وقت يريدنا التبخي يعني بكل تمن يعني الفضاء الواسع إلى لبيرتي والحرية رغم هذا يعني رغم أن هذا الأمر كان يقع لمسيسوغا بكثرة وباستمرار كمن المفروض أن مسيسوغا كان عليه أن يتوقف عن شراء هذه المعيزات وربما كان له أن يشتري حيوانات أخرى لكن رغم ذلك بالرغم بالرغم من ذلك مسيسوغا يعني مسيسوغا سييد سوغا مسيسوغا نسو دي كوغاجا بك يعني دي كوغاجي كلكا أنك تتبطه يعني أن مسيسوغا لم يتبط طب الحال برب دي كوغاجي أنك تتبط شخصا أنك يعني عكس 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 تشجيع ممكن أنك تشجع شخصا ممكن أنك تتبطه يعني أنك تزرع فيه الكسل الكسل أو عدم الإقبال على عمالين مق إذن مسيسوغا رغم هذا الشيء رغم هذا الأمر الذي كان يحدث له مسيسوغا نسو دي كوغاجا بك هنا عندنا فعل دي كوغاجي ماشي فعل دي كوغاجي دي كوغاجي أنك تتبط شخصا آخر دي كوغاجي كلكا أنك تتبط شخصا آخر عدم الإقبال على عمالين مق ولكن هنا سو دي كوغاجي يعني أنك تشجيع شخصا آخر مسيسوغا هنا نسو دي كوغاجا بك يعني أنك لم يكن يسمح لها دي كوغاجو بأن يتبطه عن شراي من هذا أخرى إذن سوپندوًا أنك تنسو دي كوغاجا و بعدما و بعدما فقد 6 شهر و بعدما فقد 6 شهر نفس الطريقة يعني في صباح جميل يقطعنا مربطهن ثم يخرجنا إلى الجبل نفس الطريقة يعني في اليوم الجميل يختارنا هذا اليوم الجميل الذي من المفروض أن يفرح في مسسوقه لكنهن لا يأبين إلا أن ينكدنا على مسسوقه يومه هذا وصباحه هذا صباحه هذا الجميل و بعدما فقد 6 معزات بنفس الطريقة يجب أن يشترى منهن يجب أن يشترى منهن و أيضا يعبر على أن هذا الفعل قد تم و انتهى إلا أن أشترى إشترى إن ستيام يعني السابعة إشترى سابعة يعني هنا غير معرفة ليس السابعة ولكن سابعة إشترى سابعة إلا أن أشترى إن ستيام فقط ست فى هاته المرة ست فى هاته المرة يعني هو كان له كان له ماذا؟ كانت له العناية يعني هو كانت عنده العناية دولة بخاندر ليأخذها المقصودة هنا ليشتريها يعني كانت عنده العناية ليشتريها دولة بخاندر توت جون يعني يريد يشتريها صغيرة فى السن لا تعرف شيئا لا تعرف لا جبال ولا خروج ولا أي شيء إذا هو يريد أن يشتريها صغيرة فى السن حتى تعرف العيشة معه فى السن وفى الظروف التي تربت عليها إذا إليسوا هو كانت عنده العناية دولة بخاندر فى السن بخاندر عنده علاقة فى السن أنك تعالي شخصا لأنه الفعل فى العناية فى السن وأيضا ممكن أننا نتكلم فى غانت خاوية بكسوا أو مثلا بخاندر كلك الشخصا فى السن يعني أنك تقوم بعمالين بعناية أو بخاندر كلك الشخصا فى السن يعني أنك تأخذ شيئا بعناية يعني أنك تركز فى عملك وتأخذ جميع الحيطة والاهتمام طبعا الحال فى هذا الأمر إذا إليسوا دولة بخاندر يعني هو كانت عنده العناية دولة بخاندر كانت عنده العناية دولة بخاندر لكي يأخذها توت جون يعني جد صغيرة جون طبعا الحال جون نقول جون لجون يعني شباب يعني نقول عن شئين بأنه نقول عن كائني بأنه جون يعني أنه شاب ولكن هنا عندنا توت توت جون يعني أنه صغيرة طبعا الحال كما قلنا حتى تعلف العيشة معه لكي يأخذها 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 سابتية 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 لكي تعتاد كال سابتية لكي تعتاد ميه يعني أحسن أدميري شي لوي يعني أحسن لتبقى لكل سبيتياء بيه ميه أدميري شي لوي دمرير يعني ساكان أو أنه تعيش تابع الآن تتكلمو على لدمير يعني المسكن لدمير يعني المسكن أو المنزيل تتسمى لدمير إذن لكل سبيتياء لكل سبيتياء لكي تألف habitué او sabitué انك تعتاد انك تألف شيئا تنتكلم على l'isabitude يعني العادات l'isabitude تجم يعني الطابة لها عندها علاقة بها الفعل habitué habitué او sabitué انك تعتاد يعني احسن ادماري لكي تسكن الشلوي يعني عنده يعني لكي تعتاد يعني باحسن باحسن طريقة انصح التعبير وفي احسن احوال باحسن طريقة وفي احسن احوال لكي تسكن الشلوي عنده يعني كم هي جميلة يعني بطبيعة الحال هذه المعيزة السابعة التي اشترى مسوسوغا يعني كم هي جميلة لبتيت شابة دمسو سوغا يعني هاد العنزة الصغيرة الخاصة بمسوسوغا كالتي جولي يعني كم هي جميلة اوك سيزيوه دو يعني باعيونيها اللاطيفة اوك سيزيوه دو طبعات الحال سيزيوه هو جمع دي اللوي اللوي يعني العين لوي طبعات الحال اللوي رام مذكراك شلج قناك دو لوي طبعات الحال اللوي جمع زيوه في المفرد نقول لوي وفي الجمع نقول لزيوه يعني الاعيون طبعات الحال عندنا مذكر لذلك قلنا دو سيزيوه دو يعني الاعيون طبعات الحال عينيها اللاطيفة يعني طبعات الحال دو هنا مذكر لذلك قلنا دو لو كانت عندنا مؤنط لقلنا دوس سيزيوه ايضا 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 اللاطيفة الجميلة سباغبيش سباغبيش يعني واللحيتة الصغيرة سباغبيش دوسو زوفيسي يعني اللي ضابيط صف طبعات حلوة تمثيل هنا يعني كأنها تشبي ضابيط صف بتلك اللحياء التي تكون أسفل الشارب إن صح التبير سيصابو يعني وحوافرها سيصابو يعني حوافرها نواغ يعني السوداء اللويزون اللويزون يعني اللماعق التي تلمع اللويزون يعني اللويزون كلوي يعني التي تلمع سالفرب لوير سالفرب لوير يعني لماعق طبعا نقول جلوي تلوي إلوي طبعا نقول جلوي أل او اي اس طبعا نفشي عنده إل لوي طبعا نستبدل هاد اس بطي نلويزون بو لويزة إل لويزة يعني هم يضيئون إذا لويزون يعني أنها مضيئة يعني هاته الحوافير مضيئة إلويزون طبعا نضيف لها اس لأننا نتكلم عن حوافير كثيرة إنها مضيئة نوع طبعا نضيف لها اس سكورن وقرنيها طبعا نقول باللغة الفرنسية وأقرونها ولكن هنا قرنيها طبعا هو المقصود زيبغي زيبغي نعرف أن ذلك الحمار الوحشي الذي يكون مخططا طبعا هو ذلك الحمار الوحشي الذي يكون مخططا بالأبيض والأسود طبعا الحال أن هذه القرون هي زيبغي يعني أنها بها خطوط بيضاء وسوداء تشبه هذا الحيوان بوال وشعرها الكبير والطويل يعني الأبيض الذي يجعل منها فر يعني اللباس الفضفاض طبعا الحال الذي يكون عند الأوروبيين معروف هذا اللباس طبعا الحال هذه الملابس تسمى هو بلوند كما نرى يعني أنها ملابس فضفاضة ومتسعة جدا أنها تسمى هو بلوند طبعا هذه العنزق كانت لها أشعار طويلة بحيث أنها جعلت منها مثل هذه الملابس التي نرى إذا كل ما فعلت هو بلوند ثم أنها طيعة ثم أنها كانت طيعة يعني أنك إذا أردت أن تأخذها إلى مكان فهي تتبعك بشكل سهل وليس كما يحدث بطبيعة الحال مع بعض الحيوانات التي كلما أردت أخذها إلا وتبدأ إلا وتبدأ في معاكستك بحيث إذا أردت أن تأخذ يمينا تجرك يسارا وإذا أردت أن تأخذ للأمام تجرك خلفا إذن هذه ليست دوسيل بانسور يعني أنهم ليسوا طيعين إذن ثم دوسيل يعني أنها كانت طيعة أنها كانت طيعة كارسونت كارسونت وبالتالي فإنها كانت محبوبة كارسونت يعني أنها محبوبة يعني أنها تجعلك تلاطفها إنسا أتبير إذن سليسون تخير أنها كانت تترك نفسها تخير كارسونت يعني أنها كانت تترك نفسها لسي أنك تترك شيئا كارسونت عندها كارسونت إذن أنك تترك نفسك كارسونت بطابعة الحال أنها تبقى في مكانها وبطابعة الحال هذا الأمر يعرف قيمته بطابعة الحال الفلاحون الذين يريدون بطابعة الحال حلب بطابعة الحيوانات فكلما كان الحيوان تبقى في مكان إلا هو كان هذا الأمر مساهلا لعمليات الحلب إذن 100m 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 اتيك واقول لك بان هذه المعزا عيونها جميلة ثم قرنيها زبريا ثم انها تتركك لتحلبها ولا تحرك رجلها ثم انها طيعة ثم انها عندها يعني صوف طويلة يعني انها معزا من شكل رفيع ممكن انني اصف لك كل هذه الاوصاف ثم اتبعها اخيرا واقول لك بالدرجة المغربية معزا من دك شرفة هذا هو المعلوم المقصود هنا طيب هذا الحال عندما تقول معزا من دك شرفة يعني انك لن تقول هذه الكلمة هكذا بطبيعة الحال الا وعندك اموغ الا وعندك اموغ يعني من الاجل هذا البتيت شرفة اذا اموغ دبتيت شرفة يعني ان هناك عد للخصال التي تتوفر عليها هذه المعزا بطبيعة الحال وفي اخر المطاف يجمل كل هذا الكلام في اموغ دبتيت شرفة يعني في معزا يعني حب لمعزا صغيرة المقصود هنا بانها معزا يقل ناظرها ان صح التعبير النموغ يعني انها معزا تجعلك تحبها بشكل منقطع ناظر ان صح التعبير يعني فيها كل هذه الاوصاف وفيها كل هذه الخصال مستبكاني Foi يتضل م estaعب سيئره ناظر صغير مستبكاني أ coronه على مقún الأحسن وبرية حين تمام الوطبيعة دي curious يعني من المرج بس هر الق ذرة يعني المرج سهرة يعني ان مسيسوغا يختار لها مرجا جميلا يعني ما كان فيه عشب جميل مسيسوغا لطاشا هو بلي بال اندرواء طبعا الحال لاندرواء مذكر لذلك قلنا بال افك ان سولال يعني يدرنا بال عنده الوحدة لو كان هاد الاندرواء طبعا الحال مؤنت او تكلمنا عن شيء اخر مؤنت لا اضفنا ان اوتخ ال ا ا يعني اننا سنضيف ال ا طبعا الحال اللي كي نعبر على ان هاد الشيء المؤنت بانه جميل طبعا الحال مسيسوغا لطاشا او بلي بال اندرواء يعني انه ربط في المكان في احسن مكان دي بخي يعني من المرج يعني من ذلك المكان الذي به عشب ايدو طنزان طن ومن وقت الاخر ايدو طنزان طن ومن وقت الاخر يعني هو كان يأتي يعني انه هو كان يأتي طبعا الحل الماضي طبعا الحل لماذا فلانفينيتيف لأنه جاء مباشرة بعدها فعل آخر إذن يعني أنه كان يأتي ليرا إذا كانت هي إذا هي كانت جيدة يعني هو كان يأتي ليراها هل هي بخير هذا هو المقصودون يعني إذا هل هي أتي يعني كانت بيان يعني جيدة في حالة جيدة إذن إل بن يوار سيئلت بيان لاشيغر ستخوفي تخي أريوز يبروت الهرب دي سي بان كور يعني لاشيغر ستخوفي يعني أنه هاد العنزة ستخوفي يعني أنه وجيدت أو كانت توجد سوالفرب تخوفي كينفلا باربي وماشيغر لوفرب تخوفي يعني أنه كانت تجيد نفسها إذا لاشيغر ستخوفي يعني أنه كانت تجيد نفسها تخي أريوز طب هذا الحال تخي أريوز يعني أنه كانت تجيد نفسها جيد فريحة أريوز طب هذا الحال المذكر نقول أريو تخي أريو مثلا لو كانت لاشيغر مذكر مثلا لقلنا ستخي أريو ولكن طب هذا الحال لاشيغر مؤنت إذن هي في مينة إذن ماذا نقول لاشيغر ستخوفي تخي أريوز يعني ان هاد المعيزة كانت تجد نفسها جد فريحة إبغوتي هذا الفرب بغوتي طب هاد حال الفرب بغوتي ممكن اننا نقارنه بفعل آخوة بيتخ طب هاد حال إبغوتي يعني ان هي كانت ترعى العشب يعني بقلب جيد بقلب طيب يعني انها كانت تأكل كانت ترعى يعني انها كانت ترعى العشب بقلب طيب يعني انها كانت تأكل بحماسة وبدون ان يظهر عليها طب هاد الحال سوء الراحة او قلق إذن إبغوتي لاب دو سيبان كور كمسيو سوغا بحيت مسيو سوغا بحيت ان مسيو سوغا كمسيو سوغا اتغافي يعني انه كان فريحا طب هاد الحال هاد فعل غافي اللي هو فلان فينيتيف اللي هو فلان فينيتيف نقول غافيغ غافيغ طب هاد الحال انك تختطف شيئا انك تختطف شيئا انك انك تختطف شيئا انك تأخذ شيئا يعني بالقوة انك تفتين شخصا او اشخاصا يعني انك تختطف ان صح التعبير عقولهم إذن هاد فعل غافيغ يعني عنده هاد المعنى طب هاد سوان كان معنويا او حسيا إذن مسيو سوغا اتغافي يعني انه كان فريحا لذلك نقول مثلا في الاصطلاح يعني ما تداول عليه الناس طب هاد نقول جسو غافي يعني انني جد فريح بمعرفتك المقصود هنا يعني مقصود هنا ان هذه الفرحة تذهب الى حدود ان يفقد الانسان مثلا عقله ان صح التعبير او احساسه بوجود شخص ما طب هاد الحال نعبر عن هاد الفرحة بهذا الشكل يعني ان الانسان ممكن انه يصل بالفرح ليفقد الكثير من توازنه طب هاد الحال إذن نقول جسو غافي يعني انني فريح بهذا الشكل بهذا المعنى بانني ان صح التعبير مختاطف ان صح التعبير حسيا بوجودك او انني ان صح التعبير افقد يعني توازني بوجودك يعني من الفرحة وانن مصر سوغا أتر رفي يعني ان مصر سوغا كاناق فريحن مادا ان فا يعني ووا أخيران фيق فأصفك فالفغ capital سhesion업 الآن مريم ليس ببتن كيف hatch Garم ماذا قال؟ ان مولى ثني لن في ام ان مول temptation ان هذا مثلا من أبخون ان zero مولتك ان جد ذلك التي لا تنزعج سنوي أن ننزعج أما إنوي أنك تزعج شخصا آخر إذن ديما هذا الفعل عندما يكون بذلك الشكل أنه تسبقه سو يعني أنه يصبح فعل بخونومينال أن هذا الفعل يقع للفاعل كالتماما تشبي إلى حد ما الأفعال التي تسبق بأتر إلى حد ما طبعا الآن مع بعض الفروق إذن انفوالا وهي واحدة منهم يعني واحدة هيا منهم واحدة انفوالا ين كي نصنويرا بشمو التي لا تنزعج عندي شمو يعني في منزلي مسيو سوغا ستخمبي يعني مسيو سوغا أخطأ تخمبي أنك تخطأ هو أنك تخدعو أما سو تخمبي أنك أما سو تخمبي فأنك تخدعو نفسك إنسا أعتبر ولكن مقصود هنا ليس أنك تخدع نفسك لا شخص طبعا لا ليس هناك من يخدعو نفسه ولكن هنا معنى طبعا هذا المعنى يعني أن الإنسان يخطأ إذا مسيو سو تخمبي يعني أن مسيو سو تخمبي أخطأ سا شيفا سينوية يعني أن ميزاته انزعجت يعني عكس هذا الأمر الذي كان يقوله يعني عكس الفكرة التي كان يقوله بها يعني في يومين في صباحين جميل كام الاشوفي دولات خير كام يعني المقصود هنا طبعا هذا الحال الذي كان تأتي للمقارنة نقول سلولا يعني هذا مثل هذا ولكن هنا كام المقصود بها كام وهذا قلناه فيما سابق يعني كام يعني تعني هنا عندما كام الاشوفي يعني عندما هو أكمل اشوفي ستقدر ترميني يعني كام الاشوفي يعني عندما هو اكمل طبعا في الماضي عندنا في الاشو في فلانبر بي. كم الاشو في يعني عندما هو اكمل دو لاتخار من حلبها دو تخار لاشاغ لكي لا نعدى لاشاغ قلنا دو لاتخار لاشاغ سوتورنق. لاشاغ سوتورنق يعني ان المعيزة استدارت لاشاغ سوتورنة سا يعني في لغاتها. طبيعة الحال هنا نتكلم عن يعني لغة محلية يفهمها اهل ذلك المكان. طبيعة الحال بس السوقاء والاشخاص الذين بطبيعة الحال يتواجدون ربما في قابلاته وفي المكان الذي يعيشوا فيه. طبيعة الحال لهم فهم معين للحيوانات. يعني ان الماء ازا استدارت تغني انك تدير شيئا. ستغني انك تدير نفسك. طبيعة الحال هي استدارت وكأنها ادارت نفسها. طبيعة الحال عندنا الفرب ستغني كان في الباسي سامبل. يعني انها استدارت بشكل سريع انصار التعبير. يعني طبيعة الحال تنعرفوا بأن الباسي سامبل تيجي في اطار القصة وايضا يأتي في اطار تعبير عن فعل يقع بسرعة. وبطبيعة الحال وينتهي. اذا ستغني ان هاد المعيزة استدارت. وقالت له. طبع الحال هنا في البريزون ولكن مقصود بانها قالت له. يعني قالت له في لغتها. اذا طبع الحال في لغتها كما قلنا بأنها اللغة المحلية. طبع الحال ان هناك بعض الفلاحون طبع الحال انهم من خلال الاسوات التي التي يبعث بها بعض الحيوانات. طبع الحال مثلا ابقار او دجاج او اي حيوان اخر ربما كلاب الاخره. عندما يسمعون بعض الاسوات منهم فهم يعرفون ماذا ينقص هؤلاء الحيوانات. ربما يقولون بان هذه الابقار تصيح لانها تريد ان ترى ابناءها. ربما انها تصيح لانها تريد الاكل. اذا هناك لغة معينة طبعا حتى بالنسبة للحيوانات. اذا هذه هي المعزة عندما استدارت عندها فهي قالت لها يعني في لغتها المحلية. يعني انها قالت لها. قالت له بي. في لغتها المحلية ماذا قالت له? قالت له. يعني اسمعوا يا مسيسوكا. المقصود هنا اسمعوا يا مسيسوكا. يعني اسمعوا يا مسيسوكا. يعني اناني مللتق شيفوق يعني عين داكا. سألو غرب لانجير. لانجير بطبعا الحال هي ساقما او انهو ملا او انهو وهانا او انهو كتابا بطبعا يعني اناني كتابتو او اناني سايمتو. يعني صاح التعبير. شيفو يعني عين داكا. لسي مو علي. يعني اتركني اذهب. لسي مو علي. طب بعد الحال كما رأينا قبل قالت. سليسة تخير. يعني انه كان تترك نفسها. طب بعد الحال عندنا كان عندنا الورب سليسي. عندنا هنا لسي. طب بعد الحال فيما سبق كانت يتترك نفسها. اما هنا فهي تطلب من مسيسوكا لكي يتركها. لسي مو. يعني لسي مو اني اتركني. يعني لسي مو يعني يتركني. لسي مو يعني يتركني. لسي مو علي يعني اتركني اذهب. ضون وفي هذه المرة هو اشترى معزة صغيرة جدا حتى تألفه وحتى لا تطمع بالخروج إلى الجبل وبدأ أن ظن نفسه بطابة الحال أنه قد ربح الرهان بطابة الحال صحيح التعبير لكنه في صباح جميل فجأت ودي المعزة بطابة الحال بهذا الكلام وبهذا الطلب الذي كان يكره سماعه إذن قالت له لا سماع على دولة مونطاني يعني اتركني اذهب في الجبل مقصود هنا إلى الجبل ماذا سيقول او مون ديو يعني ايه يا الهي هي ال او سي يعني ال او سي يعني هي أيضا يعني هي أيضا على نفس المينويل او مون ديو أل او سي إذن ماذا سيقول او مون ديو أل او سي يعني هي أيضا ستا دير أل او سي veut aller على منطان أل او سي كم لز اوتر شهر veut aller على كمتاني يعني هي أيضا متلاق المعزة الأخرى تولي الدهب إلى الجبل او مون ديو أل او سي كريم سسوغا يعني أنه صاحم سسوغا ستبفي يعني أنه كان مدهولا ستبفي يعني أنه كان مدهولا سالفرب ستبفي سوء هي جب أدو 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 يعني في مرات واحدة معاملتي شهر في مرات أو في لحظة إل لسة يعني هو ترك إل لسة إل لسة طوام بي يعني هو ترك سقوط يعني أنه ترك يسقط مده ترك يسقط سون أكيال طبعا الحال كان يستعمله لكي يحلب فيه المعيزة طبعا الحال كان مدهولا يعني في مراق وفي لحظة يعني أنه ترك سقوط هذا الإناء الذي كان يحلب فيه يعني أنه كان طبعا الحال أنه ترك سقوط هذا الإناء المحلوب فيه إذن كما نرى بأن مسيسوقان لم تنجح له هذه التجربة السابعة طبعا الحال مع هذه المعزة التي كان يظن بأنها ستألفوه ولن تقوم بما كانت تقوم به طبعا الحال المعزات الأخرى سنستكمل هذه القصة مع بقية النصوص حياكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة